متابعة قضائية تطال بعض الصحفيين وغلق للعديد من الصحف بفعل الصعوبة المالية والحال ذاته لبعض القنوات المحلية في عقاب سجن ماريكيها من رموز عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة هكذا يصف بعض الإعلاميين واقع حرية الإعلام والتعبير في الجزائر قائلين إنه غير مريح في برنامجنا على أن يكون هناك مجلس على الصحافة مستقل ومنتخب من قبل أهل القطاع وأهل اختصاص لهم الصحفيين سوف نعمل على عدم تجريم العمل الصحفي حول إعطاء كل الإمكانيات والقوانين الأساسية لتحمي الصحفي في ممارسة مهامه النبيلة كذلك نعمل على جعل القطاع العمومي قطاعاً حراً يستطيع وظفوه من الإعلامين والصحفيين البروز والإبداع دون قيود ودون رقابة سلطة وأمام هذا الوضع تطرح تساؤلات بشأن مساحة حرية التعبير في برامج المرشحين الخمسة وكيف يسعون لترقيتها الإعلام الجزائري الآن في هذه المرحلة وخاصة في الأزمة التي تعيشها الجزائر منذ أكثر من تسعة أشهر اكتشفنا بأنه حتى الإعلام والمنظومة الإعلامية راحت ضحية النظام السابق النظام البوتفليقي فهي الآن نتيجة حتمية لما نراه ونعيشه من تضييق لما نراه وما نعيشه من حجب للرأي العام في بعض الجهات والوسائل الإعلامية نأمل أن ترفع هذه القيود عن الإعلام لكن على الطرف الآخر هناك من يرى أن ما أفردته برامج بعض المرشحين لا ترقى إلى مستوى التحديات التي يواجهها الإعلام في الجزائر المترشحين يفكرون فقط كيف نصل إلى إعلام حر ومستقل وهي مسألة فلسفية لم يجتهدوا كثيراً في التدقيق فيها بأليات ضبط وتأهيل وتكوين لأن في النهاية مسألة حرية التعبير هي لا تعني فقط الصحفيين والصحافة وإنما هي ثقافة في المجتمع تخص كل من الإعلام والسياسي والناشط في المجتمع المدني وأيضاً المواطن التدقيق والصعوبات التي تعترض حرية الممارسة الإعلامية تتديل برامج بعض المرشحين للانتخابات برأي الإعلاميين وهو ما يتطلب تعاملاً أكثر جرأة لتحسين وضع الصحافة والصحافيين في الجزائر محمد راضي الحرة الجزائر